اهلا بيكو في حلقة جديدة من امني فيرس واتشر تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تايتنز والنهاردة هنتكلم عن دي سي زي اندلس زي اندلس او اللي بالعربي معناها اللي مرهمش نهاية ظهروا الاول مرة شهر يناير 1989 في العدد التاني من سلسلات كصص The Sandman دول بيفسروا القوى الكونية في عالم دي سي كائنات موجودة من فجر التاريخ افكار اساسية لازم تبقى منجودة وهم من اقوى الكائنات هم عائلة من سبع اخوات العلاقة ما بينهم غريبة ومريبة شوية وهم بالترتيب destiny dream destruction او بالعربي المصير الموت الحلم الدمار ودول ترتيب وجودهم في الكون اي كائن حي او اي حاجة في الكون من اول لما بتتخلق او تتولد وهي ليع مصير destiny بعدين ممكن تموت ده this فدستاني واحدة تخلقت في الاندلس بعد كده ممكن يبقى عندها خيالات واحلام dream وبعد كده ممكن تدمر destruction بعد كده الرغبة انها تحقق الخيالات والاحلام دي desire والاسهل انها معرفتش despair وفي الاخر بيجي الهزيان ابوهم هوا الطايم واموهم هي night او بالعربي الوقت والظلام شكلهم بيختلف على اساس انه يتوافق مع الشكل اللي الناس متخيله بهم وزي ما قال ماركو بولو لدريم انت على طول شاحب كده قال له it depends on who's watching الموضوع معتمد على مين بيشوفني بس هما في المعتاد جلدهم شاحب وشعره مسود مع عدد destruction ودلاريوم شعره محمر كل واحد فيهم ليه وظيفة او دور بيقوم بيه بس الخدع هنا ان هي مش بس وظيفة بيامثلها لا هو الحاجة دي نفسها مثال دريم بيسمي نفسه مورفيوس في مقولة ده ما بتتقنى عن مورفيوس 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 فهو مورفيوس مش بس هو الاله او ملك الدريم او الخيال والاحلام لا هو الحلم نفسه وكذلك this وكذلك اي حد في الاندلس هم الحاجة اللي بيشتغلوها اصلا كل واحد فيهم عايش في رلم او مملكة خاصة بيه ولوه سيجل او شعار وكل واحد فيهم برده عنده جالري من السيجل زي بتاعت اخواته لو واحد من الاندلس عايز ينادي اخه معين بيمسك السيجل بتاعه ويناديه معدد destiny عنده القدرة انه ينادي اخواته سواء اراده او لا هو الاخ الكبير ده ربية اهتمامهم بالوظائف مختلفة شوية مثلا ديزاير يعني طول بيلعب مع الناس حوالين امانيهم ومرغباتهم Destruction ساب الريلم بتاعه وقال انا مش مسؤول عن الخراب اللي البشر بيعملوه منجدين من البداية خادص يعني دس كانت منجودة بين وقت البيت بانج وحضرت خلق وبداية كل المخلوات زي ما حتكون منجودة في النهاية برضو Dream مارشان مان هانتر اتعرف عليه انه هو جاد فدريمز فو قولد انشانت مارس الى الاحلام فحضرت كوكب المريخ القديمة فدريم كائن قديم جدا وبردو دريم هو اللي اقنع كوكب الارض بامكانية وجود حياة على ارضه بعد كده هما افكار متعلقة بالكون طبعا مفيش اي حد فيهم هيخلد بعد ما الكون يفنى ساهموا في تكوين النقيد ليهم Destruction مثلا ساهم في تكوين الفنون والشعر والطبخ دس كانت منجودة زي ما قولنا في لحظة بداية المخلوات دريم ساهم في تشكيل الواقع ومعرف اسم الشيب رياليتي دلاريام بتفهم حاجات مش مفهومة لأي حد تاني غيرها لو حد فيهم غاب عن اداء وظيفته الكون بيبقى عشوائي وفوضوي والكون لازم يتصرف عشان يلاقي بديل لو حد غاب بشكل مؤقت زي ما حصل بكامعة دريم انه تسجن الكون جاب حتى منجوهر دريم وحطاه في جسم انسان فاني بقى هو دريم على ما دريم يرجع طيب لو الانجلس ده مات او اتضمر بشكل كلي بيحصل حاجة كده اسمها reincarnation بيقعد بحثه من جديد زي ما حصل بالظبط مع ديسبير لما تقتلت بيعرفوا يستخدموا قدرات بعض ويتنقروا في شكل بعض دريم مثلا انقذ واحدة من الموت بينما ديس نفسها مكايتش عارفة تعمل كده عشان دريم هو برنس القصص والحكاوة للحاجات اللي بتحصل ببعض الموت ديزاير مرة برضو اتنقر في شكل دريم وعرف ياخدع ناس زي ديسني و ديس بس معرفش ياخدع ديليريم مش معروف بالظبط هل هي قدراتهم بتشتغل على كيناتها ادام و اقوى منهم فكون ولا لا دريم مرة راح الجحيم او الهيل عشان ينقذ راح واحدة كان بيحبها قدراته فتحت له بوابة الجحيم بس هو كان شاكك ان قدراته ممكن ما تكونش كافية انه يغلب واحد زي لوسي فار مورنينج ستار دلوقتي هنتكلم عن قدرات كل واحد فيهم بالدور ديسني الاخ الاكبر المصير بيبان على شكل راجل اعمى بسعير الكتاب الكتاب ده مربوط في يده الكتاب ده في كل حاجة حصلت و كل حاجة هتحصل و ده السيجل بتاعه برضه يعتبر اكتر اندلس اهتمام بوظفته ديس الموت بتبان على شكل فتاة صغيرة في السن واخده منظر كوتي السيجل بتاعها مفتاح الحياة عشان بدا بيمثل الافتر لايف كل كرن بتعيش يوم مع الارض وبتموت فيه كفانية وهي اكتر اندلس على علاقة تعتبر اخر اندلس حيفضر موجود للنهاية وباقي اخوتها وباقي الاندلس حيموتوا قبلها هي فيما كلها دائما بتتقال عنها ان هي هتحط الكراسي فوق التراويزات وتقفل النور وتشد باب القضاء وراها معلنة عن نهاية الكون دريم الحلم اكتر واحد فيهم عنده ايشوز واكتر واحد فيهم الان من اداء وظيفته انه بيقديها بشكل كويس ولا لأ دريم بيلبس عبايا ملهاش شكل طويل شعور سود اينه عبارة عن بيركم الظلام مع لمحات مضوء بيجي فيها بيلبس خوزة اسمها دريم هلم ودي متاخدة من جمجمت وعمود فقري اله قديم وهي استيجل بتاعه ساب نفسه يموتى بلكده وتعمله بشكل جديد اسمه دانيال زي ما قولنا زي ما قولنا ساب الريلم بتاعه وقال انا مش مسؤول عن الخراب اللي بيحصل ساب الريلم بتاعه من 300 سنة بالظبط بيبان على شكل واحد طويل وشعر احمر استيجل بتاعه سيف من اول ما ساب الريلم بتاعه واخواته بيشاوروا ليه بلقب برازر محدش بقى بيناديب اسم ديستراكشن تاني الراغبة مش معروفة راجل ولا ست ممكن يكون اللي اتنين لان الراغبة بتظهر على اي شكل ليه توقم اسمها ديسبير استيجل بتاعه قلب فضي زجاجي ديسبير توقمت ديزاير هي المسؤولة عن دمار كوكب كريبتون عشان تطلق القاسة الاعظم هي اطول من ديزاير اتقتلت مرة وتم بعثها من جديد او ري انكرنيشن على شكل اسبير اتنين وتقال ان اللي قتالها ده عايش في عذاب until the end of existence ديلايت نهاية الكون استيجل بتاعها ختم متعلق وهي على عكس ديزاير هي كان بتحب اخوه من ديستراكشن اكتر انلس بيغير شكل باستمرار على حسب الموت بتاعها هي كانت في الاول طورة باسم ديلايت او البهجة كان استيجل بتاعها وردة بس السلسلة احداث غامضة محدش عارفها حتى ديستيني نفسه مش عارفها ومش بكتوبها في كتابه قدت انها تبقى ديليريوم وهي ديليريوم استيجل بتاعها فكرة فقاعة ملهاش لون شعراها فيه الوان كتير وعينيها مش متطبقين الاندلس مهمين جدا في ديسي مفيش اي كائن حي بياخد قرار او بيعمل اكشن الا لو كان واحد من الاندلس متحكم فيه دي كانت نبزة سريعة عن الاندلس الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة جديدة ممكن تكون في ديسي او نرجع تاني المارفل شاركونا الكومنتس بتاعاتكم لغاية الحلقة الجاية متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب شكرا